بالفعل يا أحمد كل شكر لك على جمال ما رأيناه من العراق وتراثنا الإسلامي هو جزء لا يتجزأ من حضارتنا في العالم العربي بل وهو جزء من الأساس الذي بنيت عليه هويتنا ومكانتنا واعتمدنا عليه في أصلنا وعراقتنا وتاريخنا القديم في العالم العربي ووجزه أيضا من حالة المجد والعزة والكرامة التي عايشناها طوال القرون الماضية نتابع هذا التقرير عن التراث الإسلامي في فلسطين بعدها نبدأ حوارنا مع ضيفنا بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم هو المسجد الأقصى المبارك القائم بناء ورمزا ومعنا ومقدسا ودلالة وإرثا إسلاميا على مئة وأربعة وأربعين دنما ويضم مئتي معلم تعد تحفة وسجلا معماريا روحيا وماديا يمثل مراحل التاريخ الإسلامي هذا الأثر الإسلامي مجمع روحاني ثقافي امتدت قدسته منذ بدء الخليقة عبرا التاريخ من الجهة الجنوبية الشرقية للقدس العتيقة ممتدا في طهارته كأيقونة نفيسة إلى قلب كل مؤمن ومؤمنة ما عمره غاز ظله شيطانه إلا واندحر مهما طال الزمن فعبر التاريخ كتر هم الغزاة الذين جثموا على صدر القدس تلاشوهم وبقيت المدينة عربية إسلامية مسيحية رغم أن في العابرين التراث الإسلامي ماثل هنا في كل زاوية وصحن وعلى كل حجر كما لا يماثله أثر إسلامي في العالم من الأقصى المبارك الذي وضعت أساساته الملائكة إلى حائط البراق الذي أمن نبي محمد عليه الصلاة والسلام في ساحاته بأنبياء الله ومرسليه إلى قبة الصخرة المشرفة المعلم الأكثر قداسة لمعراج رسول الله محمد الرسول الأعظم ومنها إلى السماء ويعتبر الحرم القدسي الشريف بمجمله صحناً للمسجد الأقصى مشكلاً سدس مساجد البلدة القديمة للقدس العربية ضاماً كافة الساحات والمساجد والمصليات الواقعة فوق الأرض وتحتها وكذا المآذن والمصاطب والقباب والمدارس والأبنية والأروقة والمرافق والأبواب والأسوار المحيطة بالساحة المفتوحة للمسجد من جهاته الأربع للمسجد تشد الرحال وفيه ينوب الفلسطينيون عن الأمة بالذود عن حياضه الطاهرة غير أبهين ببطش المحتل وجبروته وغيه وصلفه هم زائلون ونحن باقون وهذه حتمية التاريخ وهذا وعد السماء رجعنا لكم من جديد يسعد مساك دكتور يوسف أنتشاو أنت يعني الباحث في موضوع التراث الإسلامي وتحديداً في فلسطين وفي المسجد الأقصى أهلا وسهلا فيك في برنامجنا بيت لالكل مساء الخير لحضرتك والسادة المشاهدين في فلسطين وفي كل الأقطار العربية ورمضان كريم رمضان كريم علينا وعلى الجميع دكتور يوسف لما نتحدث عن المسجد الأقصى تحديداً حدثنا عن دوره أكثر في العالم الإسلامي وارتباطه بالتراث الإسلامي ككل في جميع المناطق أولاً ما أوض قوله أن المسجد الأقصى هو ليس مبنى المسجد الأقصى هو مجمع معماري هو موقع مكشوف يشكل حوالي سدس مساحة البلد القديمة يقع في الجزء الجنوبي الشرقي من البلد القديمة وله موقع مسيطر بشكل ملفت للنظر بحيث أن الرؤية البصرية لمدينة القدس البلد القديمة تتركز هناك بذلك بصفته أنه يقوم على مرتفع وتحيط به بعض الجبال خاصة جبل الزيتون فالمسجد الأقصى هو ليس مبنى هو مجموعة مباني لألا أشهر هذه المباني ما نسميه الجامع الأقصى تمييزاً عن المسجد باعتبار أنه جزء يقوم في الجنوب من المسجد الأقصى المبارك تقوم فيه خطبة الجمعة أو تتم فيه المحراب والمنبر دكتور يوسف اليوم لما تحدث عن هذه المكانة الواسعة وهذا المجمع الذي يضم هذه التحف المعمرية ويسخر بالكثير من الوظائف أيضاً كيف انعكست هذه المكانة على الحالة الجمعية الإنسانية في الوطن العربي ككل؟ أولاً علينا أن نعرف أن الأقصى هو مكون أساسي في مدينة القدس والقدس مدينة مكون أساسي في الحضارة العربية الإسلامية وفي أيضاً فلسطين وأستشهد هنا بقول المرحوم الباحث الطيباوي عبداللطيف الطيباوي حينما أعلن أكثر من مرة في أبحاثه وكتبه أنه في العرف الحضاري العربي الإسلامي لم يكن يعتبر العالم عالماً ما لم يزر ستة مدن ثلاثة مدنية وهي القاهرة ودمشق وبغداد وثلاثة دينية هي مكة والمدينة والقدس فالقدس إذن هي كانت مكون ورافض أساسي من روافض الحضارة العربية الإسلامية من ناحية التأليف فكثير من العلماء ناشد القدوم إلى القدس أقام فيها أبدع ألف جاور وعاش اللحظات الروحية واللحظات الفكرية ولدينا سلسلة كبيرة جداً من الزوار من الرحالة من العلماء الذين أقاموا أكيد يعني هذه المكانة العظيمة للمسجد الأقصى على المستويين العلمي وأيضاً الديني بحب تحدثنا أكثر عنها بشكل يعني أكثر تخصيصاً لما متحدث وأي أثر تركه ذلك في التفرد بهذه الحالة؟ أولاً مكانة الأقصى مكانة القدس بشكل عام مكانة عظيمة جداً أولاً تكتسب مكانتها بأن الله سبحانه وتعالى بارك في كتابه العزيز وأي مبارك أجل من ذلك هي ليست مجموعة من المسلمين وليست مجموعة من الناس الذين اتفقوا على أن هذا المكان مقدس أو هذا يعنيهم والله الذي على ذلك بالإضافة إلى ذلك نحن نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام الفضيلة في رمضان الكريم قد ربط ما بين مكة والمدينة والقدس أيضاً في أحاديثه وشجع على الرحلة الدينية وعلى الزيارة في ذلك والقدس هي القبلة الأولى ونحن نفخر كأهل فلسطين طبعاً بأن عمر بن الخطاب رياضي الله عنه قد فتح المدينة سلماً على أكس كل فاتحيها من من سبقه ومن من لحقه فصاحب فتح المدينة أو القدوم إلى المدينة أو الإقامة في المدينة التدمير والسلب والسبي وما إلى ذلك لكن القدس بقيت والقدس أيضاً بقيت تتلالأ وسمح الإسلام أيضاً بسماحته وروحه أن يتم فيها إقامة من يخالفهم في الدين لكن شرط الاحترام وهذا الذي يظهر لنا دليل كبير جداً كثرة الكنائس كثرة الأديرة أيضاً الموجودة في قدس هذا الحضور الروحاني الديني الارتباط بالوشائج هو لا يخص فلسطين فقط لا يخص هذه عقيدة يخص كل مسلم هذا إسلام هذه حضارة عربية تساهم فيها من روافد مختلفة جداً كلهم انتمى إلى اللغة العربية وانتمى إلى الثقافة العربية وشكل الإسلام بسماحته وقيمه وروحته قيمته جميلة يكفي لنا أن نعرف ونحن في رمضان الفضيل أن قبة الصخرة هي أقدم أثر إسلامي لا زال قائماً حتى الآن يا الله مبنى بني في سنة 72 هجر 691 يرفض أن يشيخ يجدد شبابه يقاوم الزمن فنحن محظوظون أننا نرى قبة الصخرة كما بناها عبد الملك بن مروان دون زيادة في المساحة دون تغيير في التخطيط النادر ودون تغيير جذري في الزخارف التي تعلوها يعني إذا ما اعتبرناه سجل تاريخي أيضاً للفنون والعمارة المميزة والفريدة حدثنا عن هذه النقطة أيضاً دكتور قطعاً قبة الصخرة كمبنى تضم مجموعة كبيرة من القيم لكن لعل أبرز مميزاتها أنها هي مهد تطور الفن الإسلامي أي شخص يدرس العمارة الإسلامية يدرس الفن الإسلامي لا يمكن إلا أن يعرج على قبة الصخرة ويطلع على زخريفها ويطلع على تخطيطها ويطلع على رسالتها الفنية نحن حينما نزور قبة الصخرة اليوم نرى الفن الإسلامي والفن العربي والذوق العربي كما نعكس في الفترة الأموية وكما أيضاً يعني روعي فيه بعض النصائح والتوجهات الفنية الواردة في القرآن والتي تبنها المجتمع العربي الإسلامي النماذج الأولى لتطور الفن خط الكتاب العربي الخط الذي نكتب فيه نشاهدها مبكرة في قبة الصخرة وهل صحيح أنها تمثل يعني معالم مثل الحياة والموت والأرض والسماء والجنة وهذه التفاصيل الجميلة في قبة الصخرة أجمل ما في قبة الصخرة أن كل دارس للفن قد يرى فيها ما يثلج صدره أو ما يفهمه في ذلك قبة الصخرة هي مدرسة يستقى منها مجموعة كبيرة من القيم لدينا قيم روحية ولدينا قيم دينية ولدينا قدم تاريخية ولدينا أيضاً فنية بالإضافة إلى ذلك نحن اليوم والمسجد الأقصى يتعرض ترات المعنى والمادي يعني والمسجد الأقصى يتعرض إلى أبشح حملات التنكيل أيضاً نرى أن لقبة الصخرة للمسجد الأقصى بشكل قيمة سياسية لا يمكن التغاضي عنها بالعكس هي محرك أيضاً بالإضافة إلى القيمة الجمالية مبنى قبة الصخرة المسجد الأقصى بشكل عام وقبة الصخرة بشكل خاص مبنى يستحثك أينما كنت وأنت تنظر إليه أن تقدم حتى تكستسف أسراله جمالية الألوان تساق الألوان ما بين اللون الأزرق وباللون الذهبي واللون الأخضر أيضاً من على بعد تستفز أي إنسان لدي إحساس فني أن يحضر ويستكشف هذا الجمال هذا التناسق يعني وهذا ما دعانا في هذه الحلقة أن نركز على هذا الشاهد الجميل للتاريخ الإسلامي المعنوي وأيضاً المادي لنبقى يعني نتذكر أن المسجد الأقصى وقبة الصخرة التي لا زال إلى اليوم الفلسطينيين بالعشرات يدفعون رواحهم ودماءهم فداء لها تستحق كل هذه التضحية كل شكر لك دكتور يوسف النتشة على هذا الحوار الجميل وتحياتي أيضاً من القدس التي أعمل بها إلى كل المشاهدين والجمهور العربي الذي لا زال متمسكاً بحضارته ومتمسكاً بثوابته العربية الإسلامية بكل تأكيد طبعاً هي مسرة رسول صلى الله عليه وسلم وهنا تتجلى الحضارات الإسلامية بروعتها لا ننسى تراثنا الثقافي والحضاري الذي حث على الخير والسلام وكل المعاني الجميلة التي تتجلى في مكارم الأخلاق نتمنى أن نراها اليوم حاضرة في جميع الثقافات والتقاليد والعادات بحق كتراث إسلامي كما نرى اليوم روعة وجمال الحضارة المادية الإسلامية ترجمة نانسي قنقر